هل تشعر بطعن هاد أو ثقة المزعج بين لوحي كتفيك وعمودك الفقري يزداد أثناء التنفس أو تحريك براعك ويسوء عند الوقوف إذا كانت الإجابة بنعم فأنت لست وحدك يعاني ملايين من الناس كل عام من هذه المشكلة ألم غامض متحرك ينبع في أعلى الظهر وينتشر إلى عضلات لوحي الأكتاف والصدر إذا قيل لك بأنك تحتاج طق الأبهر أو الوثاب انتبه هذا خطر يؤدي لتمزق الأربطة والعضلات وحتى إلى كسر الأضلاء بعد الفيديو سيشرح لك السبب العلمي لحدوث هذا الألم مع أقوى النصائح لتجنب عودته مرة أخرى فإذا بقيت معي للنهاية حتتعلم كيف تعالج هذه الحالة بسرعة وأمان لتنعم بالراحة للأبد بإذن الله تعالى فضلا نضغط على زر الاشتراك يا عزيزي اشتراكك مهم لأنه الدافع الأكبر لنصنع المزيد من المحتوى أنا الدكتور فارس عرب وحلقة جديدة من سكون ميد تابع معي حب أشكر كونز الميد على رعاية هذه الحلقة كونز الميد هي أكبر منصة للخدمات الطبية في أوروبا والشرق الأوسط كونز الميد بتوفر خدمات الاستشارة الطبية عن بعد مع أفضل الاستشاريين من دول مثل ألمانيا وسويسرا وبريطانيا وغيرها الكثير لو عندك مشكلة طبية وما عرفت توصل لتشخيص كونز الميد بتوصلك بأفضل طباء العالم وبتوفر عليك السفر وفي حال احتجت تسافر فالشركة نفسها بتوفر لك الإجراءات والجوازات والمترجم في الخارج وفوق كل هذا بتوفر توصيل الأدوية الأجنبية لباب بيتك حمل تطبيق كونز الميد الرابط بوصف الفيديو والآن لنرجع لموضوعنا سبب مشاكل الظهر في جسم الإنسان هو تراكم مضاعفات الأوضاع اليومية المعتادة التي لا نلقي لها بالا ويظهر الألم بشكل مفاجئ من حركة صغيرة أو من وضعية نوم خاطئ وفي النهاية نضع اللوم على هذه الحركة أو الإصابات السابقة أو البرد أو الروماتيزم إلى آخره من الأعذار فمثلا عندما تستلخي بظهرك ويستدير أو عندما تتربع وتستند على أحد مرفقيك أو عندما تستلقي على جنبك وتدفع كتفك للأمام والسبب الأهم عند الشباب عندما تحني رأسك للأمام عند النظر إلى الهاتف الذكي وجهزة الكمبيوتر ولعب الورق على الأرض تؤدي هذه الوضعيات إلى حشر محتويات القفص الصدري هذا بالتالي يرفع الضغط على هذه المفاصل الصغيرة التي تربط الأضلاع بفقرات العمود الفقر الصدري تالي يسبب شد الأربطة والعضلات المحيطة بهذه المفاصل ومع الوقت تحتك أسطح المفاصل فتتهيج وتسبب الألم عند أبسط تغيير في الحركة لذلك حاول أن تكون أكثر وعياً بوضعية جلوسك شد ظهرك وأبقي ذقنك للخلف عندما تجلس على مكتبك ارفع شاشة الكمبيوتر وأمسك بهاتفك الذكي لأعلى وتجنب الجلوس على السرير أو على الكنبة مع وضع الأجهزة على بطنك ولعب الورق على الطاولة وأخيراً إذا كنت نام على جنبك التدحرج للأمام بهذا الشكل يسحب الكتف السفلي للأمام ويشوه القفص الصدري بنفس الطريقة شرحت طريقة النوم الصحية بهذا الفيديو شاهده بعد الانتهاء من هذه الحلقة والآن سأشرح خمسة تمارين رائعة تعمل على إعادة مفاصل الأضلاع لوضعها الطبيعي مع إطالة العضلات المشدودة وتقوية العضلات الضعيفة لتشعر بالراحة مباشرة ويستغرق عمل كل تمرين حوالي دقيقة واحدة فقط يمكنك عملها الآن خلينا نبدأ التمرين الأول تمرين الطحن على المنشفة قم بلف منشفة لصنع رول بسمك 10 سنتيمتر ثم ضعه عند منتصف أعلى ظهرك واستلقي عليه على الأرض وليس على السرير اثن الركب وضع يديك خلف رأسك وأنزلهما على الأرض بهذا الشكل أخيراً ابدأ برفع المرفقين والرأس برفق بحركة الطحن بقدر ما تستطيع بمرجع لنقطة البداية بهذه الطريقة ستشعر بتحريك مفاصل الأضلاع والعمود الفقري الصدري قد تسمع بعض الفرقعة من الفقرات أو الأضلاع لا بأس بذلك فقط تأكد من أنك تستخدم عضلات البطن في الطحن وليس الذراعين بكي لا تؤذي الرقبة كرر الحركة 30 مرة على الأقل مع فاصل دقيقة راحة بين كل 10 عدات واخبرني بتجربتك في التعليقات التمرين الثاني تمرين فتل أعلى الظهر دعونا نحرر مفاصل الأضلاع ومفاصل أسفل الرقبة مع بعض التدوير اركع على يديك وركبك بهذا الشكل الركب تحت الحوض والكفين تحت الأكتاف أخيراً ارفع يدك ومدها نحو السقف وانظر في نفس الاتجاه ثم أنزلها وحاول الوصول إلى الجانب الآخر من تحت جذعك بقدر ما تستطيع بهذه الطريقة تابع الفتل وتحرك ببطء واستمتع بأصوات فرقعة الفقرات وفتح المفاصل مع كل رفعة كرر الحركة 15 مرة على الأقل لكل جانب واخبرني بتجربتك في التعليقات التمرين الثالث تمرين بوشب الأكتاف استلقي على بطنك ثم ارتفع لبضعية البلانك على المرفقين والركب بهذا الشكل حافظ على جسمك في خط مستقيم أخيرا وبدون ثني مرفقيك أو إسقاط وركيك قم بضم لوحيكة فيكة معا وأنزل صدرك للأسفل ثم بعد ذلك شد لوحيكة فيكة معا لتباعدهما لرفع صدرك للأعلى بهذه الطريقة ستشعر بشد قوي في أعلى الظهر استمر بالرفع لأعلى ولأسفل ثلاثين مرة على الأقل مع فاصل دقيقة راحة بين كل عشرة عدات مع الوقت وتحسن أدائك للتمرين تقدم لوضعية البلانك على المرفقين والأرجل بهذه الطريقة وأخبرني بتجربتك في التعليقات التمرين الرابع تمرين فتح أعلى الظهر الديناميكي تسند المرفقين على حافة كرسي أو سرير ثم ضع يديك خلف ظهرك بهذا الشكل أخيرا أرجع الركب للخلف بقدر ما تستطيع ويفضل حماية الركب بمنشفه الآن قم بحني ظهرك للأسفل مع رفع رأسك للأعلى لاحظ كيف ندور الحوض لحصول تقعر الظهر ثم نعود لنقطة البداية في نفس الطريقة مع تقويص الظهر لأعلى ستشعر بمفاصل الأضلاع والآمود الفقري تتحرك وقد تسمع بعض الفرقعة من الفقرات لا بأس بذلك كرر الحركة ثلاثين مرة على الأقل مع فاصل دقيقة راحة بين كل عشرة عدات أخبرني بتجربتك في التعليقات سنقوم بتحريك الأضلاع وأسفل الرقبة إلى المستوى الثالث للحركة قف وباعد الأرجل بعرض الحوض ارفع أحد ذراعيك لخلف الرأس ثم احني جذعك وحاول لمس الركبة في يدك الأخرى بقدر ما تستطيع بهذه الطريقة ثم عود لنقطة البداية وكرر الحركة للطرف الآخر حاول عدم إنحناء جذعك للأمام أو الخلف وحني الضراع العلوية لأعلى بقدر ما تستطيع بهذا الشكل وقد تسمع بعض الفرقعة من الفقرات لا بأس بذلك كرر الحركة ثلاثين مرة لكل جانب مع فاصل دقيقة راحة بين كل عشرة عدات وأخبرني بتجربتك في التعليقات وهذا كل شيء هذه التمارين هي كل ما تحتاجه لعلاج ألم بين لوحي الأكتاف وأعلى الظهر داوم على ممارسة هذه التمارين مرة في اليوم لمدة ستة أسابيع على الأقل وسوف أضمن لك التخلص من الأعراض بإذن الله تعالى وفي الختام لا تنسى تشاركنا تجربتك مع نصائح وتمارين القناة في التعليقات أنا الدكتور فعاليس عرب واعتني بجسمك أن روحك تسكن فيه أتمنى أنك استفدت من متابعة قناة سكون ند بصناعة المحتوى نوظف موارد بشرية جبارة لجمع الحقائق الطبية والحلول المطبقة عمليا مع التأكد من مصادرها وفعليتها ونقدمها لك بطرق محببة ومبسطة بدون أي انحياز مادي أو ديني أو سياسي هدفنا واضح وهو الاهتمام بالصحة العامة فقط لكي تستمر القناة يجب أن نتعاون معا لأن هذا العمل مكلف جدا جدا أدعوك بالانتساب الشهري بالقناة أو التبرع من خلال زر الشكر دعمك المادي للقناة ولو بالقليل مأجور لأنك تساهم بنشر محتوى صحي هادف يساهم بتخفيف الألم من ملايين من البشر وأسأل الله لنا ولكم ثوام الصحة والعافية ترجمة نانسي قنقر